صرح تعليمي جديد يبني للوطن مجدا وينشئ أجيالا صالحة متعطشة للعلم والبناء والعطاء مدرسة أم القرى الابتدائية فتحت أبوابها لاستقبال طالباتها في بداية هذا العام الدراسي بمبنى جديد متكامل وقد قام وزير التربية ووزير التعليم العالي الدكتور بدر العيسى بافتتاحها رسميا اليوم نحتفل في فتاح مدرسة أم القرى الابتدائية للبنات وطبعا الافتاح هذا بعد عمل بحدود يمكن سنة التكلفة كانت بحدود 300 ألف وهذه شملت الأعمال الداخلية وخارجية وتأثيث وكهرباء وتكييف وطبعا انجز هذا العمل في فقط قياسي يذكر أن هذه المدرسة بافتتاحها تنضم لقفلة المدرس الجديدة التي افتتحت في منطقة حوالي التعليمية ليصبح عدد مدرس هذه المنطقة ما يقارب 115 مدرسة اليوم إن شاء الله سوف نفتتح هذه المدرسة مدرسة أم القرى الابتدائية للبنات كمبنى جديد هي المدرسة قائمة لكن هذا المبنى الجديد بعد أن كان أو غادروا المبنى المتهالك القديم الحمد لله عملنا خلال شهور بسيطة تم بنائها الحمد لله استقبلوا الطالبات في اليوم المحدد كامل التجهيزات تقريبا في المدرسة استقبلوهم بالكتب وبالورود إذن جهود حثيثة بذلت ومتزال تبذل لوضع لبنات جديدة في الحائط التعليمي للدفع بعجلة المنظومة التعليمية في البلاد نحو الأمام ديمة دحدى التلفزيون دولة الكويت